نعم كوثر بداية بالنوع من التفاؤل الضئيل نظرا للتجارب السابقة في المشاورات والمباحثات التي تعقد ما بين مجلسي النواب والأعلى للدولة من الصخيرات إلى بوزنيغا وملف المناصب السيادية وصولا حتى مسألة التوافق على القاعدة الدستورية أو مسودة الدستور حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلا على ما ورد على لسان عبدالقادر أحويلي وهو أحد عضاء المجلس الأعلى للدولة المشاركين في اجتماعات القاهرة أكد على أن كل من لجنتين مجلسي النواب الأعلى للدولة قد وصلوا مكتملين إلى العاصمة المصرية القاهرة أبرز ربما ما سيتم الحديث عنه بعد الجولتين السابقتين والحديث الآن كله مرحل للملف أو للنقاط الأكثر تعقيدا أي مصدر الخلاف بداية كوثة نتحدث عن شروب الترشح للانتخابات الرئاسية أيضا نتحدث عن نظام الحكم شكل الدولة بالإضافة كذلك لبعض الأمور المتعلقة بحقوق الأقليات هذا الأمر ما ينتظر لجنتين مجلسي النواب الأعلى للدولة في هذه الجولة الفاصلة والحاسمة والتي تنطلق اليوم وتستمر لخمسة أيام ربما فقط ما يعول عليه بشكل كبير الليبيون الآن هو الضغط الأمريكي فيما يتعلق بمسألة ضرورة التوصل لاتفاق وكذلك على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وفقا لهذه الاتفاقات التي من المنتظر أو المترقب أن تتم في القاهرة حتى يمكن إجراء انتخابات وبالتالي ناكل الأجسام السياسية القائمة حاليا في المشهد السياسي في ليبيا